الحقيقة لسه السيسي بيواصل البرنابج الانتخابي الحقيقة بتاعه من ضمن برامجه هي قمع الجميع كانت زمان الست سودان مباركة عاملة مهرجان اسمه القراءة للجميع السيسي عامل بقى مهرجان جديد بقى له عشر سنين اسمه القمع للجميع خد مني يا ما خد منك السو مهرجان القمع للجميع شفنا مبارح الحكم بحبس السيسي والنشر هشام آسم السياسي قصدي الراجل تحبس هشام آسم ست شهور حبس هشام آسم ست شهور بتعم بتهمة السبق والقزفة حلو جدا حلو ما فيش مشاكل قالص ما عندناش اي مشاكل قالص هو شتم اوكي شتم وخد حكم ست شهور اه خد حكم ست شهور طب كويس شام آسم اه انما الحكم ده الحقيقة كان محط اهتمام كافة وسائل اعلام العالمية خلانك تشوف الصحافة الاجنبية والعالمية اتناولت الخبر ده ازاي الحكم على شام آسم ده رايترز رايترز هم؟ ومنتقد الحكومة بالسجن لمدة ست شهور دي رايترز دي تي في بي محكمة مصرية تحكم على ناشط بارس ومنتقد للحكومة بالسجن ست شهور اللي بعده الويل ستريت سجن صحفي مصر بارس قبل الانتخابات التايمز اف اسرائيل مصر تسجن شخصية معارضة بارزة وتمنعه من المشاركة في انتخابات المقبلة اللي بعده الجارديون السجن ستة أشهر لأحد منتقد الدولة المصرية اللي بعده اه سويدي ولا سويسرا السجن ستة أشهر لناشط مصري بارز ومنتقد الحكومة حلو اه شتم هشام آسم اه عمل شتم كمالة بوعيتها كويس جدا تمام جدا بس انت قلت يعني اتحكم بحبس لانه شتم التهمة سب وقصف صح؟ سب وقصف النعارضة دي بقى بتفكرك بحد كانت برضو عنده تهمة عقوبة ستة شهور وكانت حضوري تهمة سب وقصف برضو وستة شهور سجن برضو وحضوري بس التاني بقى خرج من المحكمة عادي جدا عالبيت وعالمصيف مش زي شام آسم كده اللي خرج من المحكمة على السجن انت عرفت التاني مين؟ مرتضى منصور هم الاثنين تهمتهم سب وقصف هم الاثنين اخدوا عقوبة ستة شهور سجن وحضوري هشام طلع على السجن ومرتضى منصور طلع على المصيف وده اللي انا قلته ده اللي انا قلته قبل كده في حلقة سابقة بتاريخ 23 اغسطس العب يتمسك هشام آسم طب يا عم هشام الراجل قال لهم انا ما قلتش حال غلط الراجل ده كان خاتف الوس وردها انا قلت ليه غلط اصلاك انت سب وقصف سب وقصف تم مرتضى منصور قاعد يسيب ويقصف في المصريين كلهم والستات المصرية بقى له عشر سنين ما جرجرتلوش ليه على الاسم ليه اخيرا قلبته عليه لا ازاي بقى كمال ابو عيطة بقى راجل مهم فيتجرجر هشام آسم على نيابة السيدة زينب ويتقال له كفالة خمس تلاف جنيه ويرفض هشام آسم لانه ما قالش حال غلط كمال ابو عيطة اخد فلوس وردها لما جال عليه لفت نظر او حاجات زي كده راح مردها بالظبط زي ما تركده هشام بيتحكم عليه بسرعة البرق ويتنفس فيه حكم ويتطبع عليه مرتضى منصور بقى اللي شاتم مصه كلها وعليه حكم ست شهور عاد في بيته حبس مرتضى منصور ست شهور مفاجئة انتظره في حالة ضبطه ضبطه ليه هو هربان راجبش هربان وبيته معروف بيته فيه شارع احمد ورعبي المتفرق من مدان سفينكس طب ما بتقضيش عليه ليه وعشان يستقنف على الحكم ده لازم يتسجن الاول يعني مرتضى دلوقتي لازم يكون في السجن وعليه سنة مع وقف التنفيذ بحكم الخطيب الاولاني طالما تنفذ ست شهور يتنفذ السنة يعني مرتضى سنة وست شهور وعليه ست سبع عضايا تانيين وعادي جدا ما يروحش المحكمة عادي وياخد الحكم ويوقت في بيتهم عادي جدا وطلع اتكلم الصحفي قبل المعاطي الزكي انه ممكن مرتضى ما يتحكمش عليه لو موظفة الجهاز المركزة تصلحت لكن هي ما تصلحتش زي ما قال لي برضو معي المستشار محمد رسمان محمد كابت المحمود الخطيب يعني ايه؟ يعني تنفيذ السنة الحبس اللي كانت صدرة لصالح كابت المحمود الخطيب في القضية السب والقصف اللي تجاهه اللي كانت واخده اقاف تنفيذ تعالي بقى هنا كانوا اخذ قضية سنة حكم السنة في سب الخطيب سنة مع وقف التنفيذ قالك عشان سنه القانون بيقول طالما خاد حكم تاني وهيتنفذ نرجع بقى نطبق عليه السنة اللي وقفت دي فيبع عنده سنة وست شهور ولا سنة طبقت عليه ولا ست شهور ايه الفرق؟ ما بين هشام آسم بيتنفس فيه الحكم في اللحظة والتو وما بين مرتضى منصور ما تنفسها الحكم هو ده قضاء هي دي وزارة الداخلية هي دي دولة المؤسسات الحقيقة مشهد حبس هشام آسم هو محاولة من النظام اهو لكبر سن وحيثيات حكم مرتضى السنة مع اقاف التنفيذ دلوقتي بقى السنة دي تتطبق عليه لازم لازم يتطبقوا عليه لازم لانه خلاص خد بعدها حكم ست شهور والقانون رسمي واضح القانون واضح يا حضرات لكن وزارة الداخلية مش واضحة القانون واضح لكن القضاء مش واضح حد شقدر لانه ده محمي من أولاد سيسي مرتضى منصور زي بريم العرجاني كده حد يعرف المتهم رقم ستة في الطيارة ما حدش يعرف حد يعرف اللي يرجعوا من الطيارة دول من زامبيا بعد جولات مكوكية من ساتة سفير احمد القطان سفير مستشار الملك اخبارهم ايه؟ يعني اتعرضوا لمحاكمة اتعامل معهم تحقيق الدهب ده كان بتعمين؟ طب الدولارات دي كانت بتعمين؟ طب كنت بتعملوا ايه؟ حد يعرف حاجة؟ عندك واحد بنته هجمة السيسي في مؤتمر جاه هو مصر من المطار اتخذ على السجن واحد يكتب بوست او واحد زي الأستاذ هيسم خليفة يطلع فيديو بس يتعتقل لكن ناس طلعت بطيارة من مطار القايرة عليها دولارات ودهب وسلاح وراحوا طايرين نزلوا زنبيات مسكوا وتفضحوا نبعث المخابرات ترجعهم وتفشل فيطلع السفير عمد القطان كالترخير والله العظيم يجاملنا ويخرجهم افسط الحقوق بقى ان احنا نشوف محاكمتهم انتو بتتعملوا بالذهب كنتوا راحين لمين؟ اشتغلوا مع مين؟ ده الست اللي تبقى راجعة بمشاء الله ولا حلقة مخرطة بتمسكوها تفضحوها في المطار ما بالك بقى باللي كان معاهم دولارات قد كده محدش نفس القصة بزبط لا القضاء قضاء ولا الداخلية داخلية مشهد حبس هشام آسم هو محاولة من النظام انه يسكت هشام آسم عشان خايف من صوت هشام في الانتخابات وده اللي قاله الدكتور عمار علي حسن بيقوله الدكتور عمار بيقول انه ست شهور حبس هشام آسم تحرمه من التعليق على الانتخابات الرئاسية وفق طريقة الجريئة التي تخطى فيها العلامات الحمراء كان من المتوقع ان يكون قاسم مزعجا جدا قبيلة واثناء جريان الانتخابات لكن صوته الان لن يسمعه احد مقاربة قاصرة من السلطة لان ملايين المواطنين تعدوا حاليا الخط الاحمر لكن في حاجة تانية كشفها الطيار الحر ان هشام آسم نفسه كان مرشح رئاسي محتمل للطيار البيانة هون الطيار الحر بيان قرر مجلس اونا تعليق جميع مشاركاته السياسية مؤقتا عطفا على الحكم الصادق ضد الاستاذ هشام آسم رئيس مجلس امانائه ويؤكد عدم الدفع بمرشح في انتخابات الاساء القادمة هذا وقد واجب التنبيه ان الاستاذ هشام آسم كان مرشحا رئاسيا محتملا اذا توفرت الضبانات الانتخابية النظام مستمر وده خلينا اسأل سؤال انا بسأل ما عنديش معلومة والله هشام آسم كان مرشح محتمل للطيار الحر فيتقبض على هشام آسم كلام جميل احمد التنطاوي مرشح رئاسي واعلن فما يتقبضش على احمد التنطاوي ويتقبض على التوع الحاملة ليه؟ انت عايز تقنعني ان هشام آسم اتقل بين احمد التنطاوي هما الاثنين تقلع السيسي الاثنين اتقل من السيسي بكتير بس أصدق قولي انت رحت قبضت على هشام اللي كان بيفكر الطيار الحر انه يرشحه بينما احمد التنطاوي انت سايبه اه صح في الجسد على تليفونه بتقبض على اللي بيشتغلوا معاه في الحاملة مانع اي مكتب دعاية يعملوا اعلانات ودعاية طب وهو انا مش قصدي تقبض علي ربنا يسلمه يعني بس يعني ايه الفكرة انما المهرجان فاتح السيسي قصدي فاتح مهرجان كبير اسمه القمع للجميع وعمال يوسع دايرة الصدام تحت الشعار يعني احكمكم يعني اقتلكم اخيرها زي ما قلتلكم هنا اعتقال شاب مصري باحث باحث عقلية يعني اسمه هايسم خليفة بعد الفيديو اللي انا كنت تعرضتلكم افكركم بالفيديو دا ما شهد احنا هنجيب السيسي كده ده عم نقابه مشكلة كبيرة هنجيبه منتقبات احنا عايزين الناس يكون راضية راضية منها الناس يتقالت لا بس انا لما نلع في القصة تقول اه ويتعدي ويحسوا انهم اختاروا ونحاول ليه ان يلم الدور ده ده المحاولة اللي هي هتفشل بالمناسبة هتفشل مش انه يجي هتفشل انها هتمنى احتقان الشعب المصري من السيسي معروف لكل انه هو غير مقبول انه يبقى موجود وبالتالي لازم توفهم ده عشان كده بس انت حد تكتب لي على الخاص قبل ما اطلع على طول في اللايف قال لي انت شايف الهجمة الاعلامية المعمولة على احمد الضاوي هل ممكن تكون الدولة بتحفز بيها انها سنة تنزل او باي داوي يعني الليلة اللي هم عملية باي داوي انه هو خطر وانه هو مش عارك ايه انه هو ايه الهدف هنا انا عايز اعايز اصور زحمها على السنة دي سنة دي دي لو اشيل احمد تنطاوي فريد زهران واللي بين هينزل هينزل دي ايه اصلا فبالتالي انا دلوقتي عايز السؤال يبقى عندي هشام اسم كان احتمالي ترشح مع الطير الحر للرئاسة انت قبط عليه باي تهمة بكلام فارع يعني وسايب مرتضى مصور بره بنفس التهمة ونفس الحكم واحمد تنطاوي الراجل ترشح او اعلن ترشحه سايبه وبتبدع اللي حواليه باي الفكرة